مرحبا بكم مشاهدين الكرام تسريبات العتيبة الجديدة والعلمانية النموذج الإماراتي عملية الدهس في برشلونة الإسبانية تطورات الأوضاع في مصر وامريكا في أحد ترامب هذه أبرز العنوين التي تذمنتها الصحافة العالمية والتي نتعرف عليها من خلال نقاشنا مع الكاتبة الصحفية الأستاذ نادية أبو المجد أستاذ نادية نبدأ من المشهد الإسباني كندموي حقا نيويورك تايمز تقول ما نعرفه عن الهجمات في إسبانيا ماذا تعرف نيويورك تايمز؟ يعني هي محاولة لتلخيص الأحداث منذ الأمس سواء في برشلونة أو في مناطق أخرى من أسبانيا لكن حتى منذ نشر هذا التقرير تم الإعلان عن قتل المشتبه في أنه كان يقود السيارة التي قامت بدحس السياح في برشلونة والتي أصفرت عن مقتل 14 وإصابة العشرات يعني هل هناك معلومات جديدة خلفية لهذا الرجام؟ أم هو رصد؟ هو رصد لتطورات ما حدث من تم القبض عليه من قد تم قتل خمسة أصبحوا ستة بعد مقتل هذا السائق الاعتقال عدد من المشتبه بهم يقال أنهم كانوا ينون القيام بعملية أكبر من ذلك أنه تم العثور على أحزم ناسفة لكن قالوا أنها ليست حقيقية مزيفة يعني كل ذلك محاولة لتلخيص هذا المشهد الدامي للأسف في أسبانيا وطبعا وأعلن تنظيم الدولة عن مسؤولية نعم وقيل في الأنباء أيضا أن المتهم الأول حضر إلى الشرطة ويبدو أن أوراقه السوري قد تتهم هكذا قيل أيضا من إسبانيا إلى السعودية وقطر والحدود أسوشت براس تتحدث عن عودة أو فتح الحدود السعودية بين قوسين بمناسبة التفاصيل ماذا قالت الأسوشت براس؟ تم الاهتمام بهذا القرار الذي تم الإعلان عنه فجرة الخميس اهتمت به الأسوشيت براس ونقلته عنها النيورك تايمز بجانب الجارديان وصحف ووكلات أنباء أخرى يتحدثون أنه رغم الإعلان عن فتح الحدود مع قطر يعني الطريق البري للسماح للحجاج القطريين بأداء مناسك الحج التي بدأت حتى هذا التقرير يقول أن الحجاج وصلوا منذ وقت إلى السعودية بالفعل إلا أنهم يتحدثون على أنه لا زال التوتر موجود يعني هذه الحركة رغم أنه أو هذه البادرة أو هذا القرار يعني وزير الخارجية القطري رحب به ولكنه عاد وأكد أهمية رفع الحصار بيئة الكامل وليس مجرد يعني الإعلان عن فتح الباب للحجاج القطريين يقولون أن التوتر لازال موجودا رغم هذه البادرة ويتحدثون مع أحد الأساسات العلوم السياسية في جامعة هنا وهو يعني يقول أن قطر لم تطلب هذه الوساطة يعني وهو يصف أن ما قامت به السعودية ربما محاولة للدعاية في ظل هذه الظروف وخصوصا بعد حديث قطر عن تسييس المملكة للحق أستاذ نادي نبقى في المملكة الميدال إيس تسريب جديد لسفير الإمارات في واشنطن يكشف سخريته من القيادة السعودية مقال في الهنفوس أيضا أو نبقى مع السفير هذا السفير الإماراتي الذي شغل الدنيا السفير يوسف العطيبة السفير الإماراتي في واشنطن فيه تسريبات جديدة نقلتها الميدل إيست آي نقلا عن جلوبال ليكس التي سبق وأن قدمت عدد من التسريبات من إمالات العطيبة من قبل هذه المرة يعني هناك محادثات مختلفة بين السفير وأطراف مختلفون يعني تم رصد فيها ما يعتبر في بعضها سخرية من القيادة في المملكة في بعضها الآخر يوجد سباب شتيمة ومع أطراف مختلفون وتثبت أنه يعني ما الذي تتضمن هذه التسريبات الجديدة؟ يعني أحدها كان عبارة عن إيميل من العطيبة لي زوجته وهي مصرية اسمها عبير شكري يسخر فيها من قرار المملكة في عام 2008 بمنع يعني توزيع الولود الحمراء في يوم عيد الحب يعني يعني فكان هذا أحد في الإيميلات أخرى يعني يتحدث مع شخصيات أمريكية سواء صحفيين سواء مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية الحقيقة أو السابقة يتحدث عن أن يعني قال في أحدها أنه السعودية تمثل أكبر مشكلة بالنسبة للإمارات في تاريخها أنه يتهم السعودية بأنها هي سبب المشاكل بسبب 200 عام من الوهابية في أحد هذه وأنها تمثل أكبر مشكلة في تاريخ الإمارات وهو في هذه الإيميلات أيضا يراهن على ولي العهد الجديد كنت سأسأل كيف نظرته للولي العهد الجديد يعني هو أيضا في هذه الإيميلات أو المراسلات يتحدث أنه ربما بالنسبة له يعني الأمير ولي العهد الجديد محمد بن سلمان هو يمثل ربما الأمل الوحيد للسعودية للتطور أنه يفكر كما تفكر الإمارات ويرى أنه ربما يكون هو الأمل الوحيد لتطوير المملكة من وجهة نظر وغيرا نبقى في الإمارات مقال في الهنفو بوست العلمانية النموذج الإماراتي يعني ما المقصود هنا دولة الإمارات والعلمانية الجديدة وهذا أيضا يعني يسيل حبره في كل الصحف العالمية يعني هذا مقال لمحمد المنشاوي في الهافنغتون بوست باللغة الإنجليزية يعني هو يقول أن العتيبة تحدث يوم 26 يوليو في لقاء مع تشارلي روز المقدم الشهير أمريكي أن الخلاف مع قطر هو خلاف فلسفي بخصوص العلمانية يقول بأن قطر تحول دون هذا التحول العلماني تمام وأنه نظرته هو والسعودية وبقي الدول المقال كيف يقدم ذلك كيف تقدم الصحف هذا المقال يتحدث على أنه يعني هذا ليس صحيحا أنه هناك فرق كبير بين العلمانية والديمقراطية وأنه يعني هذا مجرد سماها يعني ما يتحدثون عنه العلمانية بالطريقة التي يراها العتيبة هي ربما تمثل قشرة تخفي وراءها الكثير الذي ليس له علاقة لا بالديمقراطية ولا بالعلمانية كما يعرفها الغرب يحتاج العالم العلمانية في الثقافة الغربية يحتاجون إلى أن ينظر السفير الإماراتي عن العلمانية هو يكشف أيضا أنه حتى من وجه النظر الغربية يعني هذه العلمانية تخفي استبدادا يعني ويقول بعدين يقول حتى من الدستور الإماراتي هو ليس علماني يعني إذا كنا حتى بنتكلم به الدستير الدستور ليس علمانيا في الإمارات ويتحدث على عدم قبول الرأي الآخر منذ الربيع العربي منذ يعني القبض على كثير من المدونين ويذكر كاتب المقال بالخمستاشر سنة السجن التي قال النائب العام الإماراتي أنه يفرضها على أي أحد سوف يبدأ تعاطف مع قطر فالمهم أنه أنهى هذا المقال بجملة أعتقد أنها مهمة أنه قال أنه فعلا الخلاف فلسفي بين قطر وهذه الدول هذه الدول التي تحدث العتيبة وكأنه تحدث بالنيابة عنها عن العلمانية هذه الدول هي مناصبة العداء للربيع العربي ولي الدول واضح سيدة ندي نتحول الآن ربما من الإمارات إلى مصر الحظر الذي حدث عن مراسلون بلا حدود في مصر كيف تناولته الصحف العالمية أو الموقع تحديدا واشنطن بوست كيف رأت إلى غلق هذا الموقع يعني طبعا هذا التقرير للأسوشياتي بريس نقلته عنها الواشنطن بوست تتحدث أنه آخر ضحايا الحظر في مصر هي مراسلون بلا حدود هذا التقرير لا يتحدث عن قنطرة لكن أعتقد أنكم تحدثتم عنه ويقول أنه بذلك وصل عدد المواقع سواء الإخبارية أو الحقوقية في مصر إلى 135 موقعا ولجنة حماية الصحفين أصدرت منذ قليل بيانا ضد هذا الحظر ويقولوا أن هذا الحظر بدأ في شهر مايو الماضي وشمل عدد من المواقع منها الجزيرة بالطبع طبعا يعني إيطاليا تقرر عودة السفير الإيطالي إلى مصر لكنها تحرس على أن يظل موضوع الطالب الإيطالي موجود في الذاكرة بوليتيكو تقول أن إيطاليا تحط تحت الهجوم وإعادة سفيرها إلى القاهرة يعني كيف نفهم هذا يعني يوم الاثنين تم بصورة مفاجئة إعلان إيطاليا عن عودة سفيرها إلى مصر بعد أن كان قد تم استدعائه في إبريل 2016 بعد مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وكان مفهوما أن هذا اعتراضا على عدم تعاون السلطات المصرية وعدم المساعدة في الكشف عن من قتل جوليو ريجيني لكن يوم الاثنين تم إعلان عودة السفير دون الإعلان عن من هو القاتل هل تم التعرف عليه هل سيتم تسليمه إلى إيطالي يعني فكان بمثابة المفاجأة ليس فقط للإيطاليين لكن يعني عائلته أصدرت بيانا غاضبا قالت أنه لا يجب أن يعود قبل أن يتم تسليم الجناة الذين قتلوا ابنهم وكذلك البرلمان الإيطالي غاضب المتحدث باسم البرلمان يعني قال أنهم من حقهم ومن حق الشعب أن يعلم على أي أساس سيعود السفير لكن يعني الحكومة وكذلك النائب العام الإيطالي قالوا أن هذا لن يتعارض مع استمرار مجهودتهم لكشف من هو القاتل لذلك هذا غضب كبير رغم المشاكل السياسية التي تجري في مصر إلا أن هناك ربما مفاجأة بعد أزمة الدولارية الطاحنة هناك عائدات السياحة في مصر ترتفع كما تقول أحد الصحف بلومبرغ بلومبرغ طبعا وهي جديدة اقتصادية كيف نفسر هذا يعني هي قالت أنه في آخر أربع شهور من السنة المالية التي انتهت في أواخر يونيو الماضي تم يعني رصدت ارتفاع لعائدات ليس فقط السياحة إنما أيضا فلوس يعني اللي هي مدخرات المصريين تحولات المصريين في الخارج في آخر أربع شهور في السنة المالية والسياحة أيضا تحسنت هل هذا تحسن علاقة بتحرير الجنيه المصري يعني هي قالت أنه رغم أنه تحرير الجنيه في أوله يعني مثلا كان حتى هم مستعملين كلمة كريبلينغ وكأنه كان يعني يشل الحركة إلا أنه يعني بعد هذا تم كان في نوفمبر الماضي إلا أنه تقول أنه تم هذا التحسن يعني في عدة أسباب في من ضمنها قرد صندوق النقد في منها رفع الدعم فزادت الأموال التي يعني موجودة في مصر يقولون أنه تم حوالي أربعين مليار في سواء في شكل سياحة طبعا سياحة جزء بسيط من ذلك يعني مندخرات المصريين القرد بعض الاستثمارات بعد تحرير الجنيه في حادثة فيرجينيا كانت ربما خبرا غير منتظر في الولايات المتحدة الأمريكية وأعادت بعض الرموض النازية واشنطن بوست تحية النازية أقنعت كلو كلوكس وترامب على أغلفة المجلات بعد عملية الدهس في في فيرجينيا مقال في الهام بوست الدولة الخطر وأمريكا في حادث ترامب هل هذا هو واقع الولايات المتحدة أعتقد نرى الآن الأغلفة على العشاشة ممكن نتحدث عنها هذه من أهم الجرائد الإيكانوميست يبدو وكأن ترامب يدق الخطر يعني يمسك ميكروفون هو على نفس شكل قناع كلو كلوكس كلان اللي هي الجماعة المتطرفة منذ أيام العبودية في في أمريكا كذلك غلاف مجلة التايم يعني يبدو وكأن يعني تتحدث عن الكراهية ويبدو وكأن العنوان خطير الدولة الخطر أمريكا في حادث ترامب يعني عنوان ثقيل جدا يعني بالزبط أنه في تفسير تعليل ذلك في ظل يعني في كثير من الخطبات العنصرية في كثير من الكراهية التي ربما تفجرت يعني في في درجينيا يعني هم شايفين أنه الدولة في خطر في ظل هذا الحكم وبيقولوا أنه ترامب عموما يعني هل هذه إدانة واضحة لترامب إدانة واضحة لعهد ترامب يعني يقولون أن يعني على عكس المجلات التي يهاجمها ترامب ترامب كان قد قال أنه يكن احترام للإيكونوميست والتايم والآن هم يعني أغلفتهم تبرز الكراهية تبرز التحية النازية وهي من المحرمات في الغرب وكذلك كلوكلوكس كلان يعني هذا القناع الكريه الذي يعيد أيام كريه بنسبة الأمريكين فأنه تكون هذه هي أغلفة المجلات وكانها بمثابة يعني تدق نقوس الخطر ضد خطاب الكراهية في أمريكا والتي مفروض أنها لها تأثير كبير على العالم شكرا لك الأستاذ نادي أبو المجد على هذه الجولة المتأنية في عنوين الصحف العالمية في نهاية هذه المسايا شكرا لكم أنتم جميعا شكرا لكم وغدا لنا لقاءات أخرى في نوافذ أخرى إلى اللقاء